انت هون؟ هلا انت أخدت إجازة من المصنع ولا جاي من شان تورجينا وشت؟ لا خالتي أخدت إجازة اليوم أبقى هون كل النهار منيح منيح وحتى إذا قلتي لي روح أنا رح روح ومين اللي رح يقولك روح؟ خلص خليك معنا هون ايه؟ تعتع قعد هون هجيت بالدياك تقلي شو صار بالمصنع مبارح؟ مازن من مبارح وشو معم يتفسر حتى أني قلت له ياخد إجازة ووافق مباشرة بحياته ما عمله هو كتير صارم بخصوص أخذ الإجازة في شي صاير؟ انت تخطيت كل الحدود يا مازن وأول شي استخدمت جانا كرمال مصلحتك الشخصية وهلا عم تستخدم ساتيش كمان مازن أنا زاير العالم كله ومتعرف على ناس كتير محترمي مثل ما تعرفت على نوع من الناس متنكرين بالإحترام وانت طلعت من حدود الناس يا مازن ولا شي ما في شي يا عمي بجوز كان في شغل كتير بالمصنع المبارح مشان هيك هو أكيد كان تعبان بتعرفيني يمكن شوفوا جيريش هون يا أهلين كيف حبيبتي البابا؟ منيحة بابا شرفاني يلا جيبي عصير بارد لأبوكي أهلا وسهلا أهلين سيد جيريش أهلين فيك يا أهلا مرحبا مرحبا كل عام وانت بخير مازن بس أنا ما جبت لك هدية لأني بالأصل عطيتك أغلى هدية عندي وما بتوقع في أغلى منها ماما نحط الغداء؟ ايه طبعا لكان يلا روحي إداني نتخبع كيريش اسمعني مازن انت طلبت مني انو نعمل عرسك بطريقة بسيطة كتير أنا بوقتها كنت موافع هالشي بس هلق ما بظن انو عرس صغير شغلي منيحة خاصة من شان ساشين بس طالما كل اللي حوالينا عرفوا بالقصة أنا بدي العرس يكون حفلة كبيرة ومطنطنة وأنا كمان هيك بدي حابة كل قريبنا ومعارفنا يجوش هاركونا بعرس ابننا وينبسطو شو مازن؟ شو بتقول؟ طيب مثل ما بتكون أنا ما عندي مشكلة خلص لك العرس رح يكون بأكبر صالة فخمة بالبلد موسيقى 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 جانا انا اجيت مشان قابلك انتي تتذكري جانا وقت مرة من المرات التالي انه بيعيد ميلادي او ميلادك بهدول اليومين لازم نقضي شوية وقت مع بعض من احنا الاتنين لهيك انا اجيت مشان قضي وقت معك وكمان فكرت انه هي اخر فرصة لانه بيعيد ميلادي الجاية يمكن ما نقدر نلتقي جانا انا ما بعرف قديش معي حق هلا او والطان بس انا جاي على بالي استرجع شوية ذكريات حتى تساعدني مشان قضي بقية حياتي جانا غلطي اللي عم بقوله انا قولي قولي لي بصراحة صدقيني ما رح انزعج من صرحتك معي لا لا ما زل ما بعرف اذا هالشي صح او غلط بس انا متأكدة انه ساعدتك متعلق بذكرياتنا ومتأكدة انه ماني غلطانة بهالشي ما زل انا اجيت لهون مشع نشوفك ما قدرت قللك شي عالتليفون حسيت وما هيعبر عني كان لازم شوفك شخصيا لحتى قللك كل هالشي هالشي كتير غريب جانا نحنا الاثنين اللي منعرف بعضنا كتير منيح نوصل لمرحلة ما فينا نقول ايالشي لبعضنا بس نحنا اليوم لازم نحكي كل شي وبصراحة من بين كل الايام اللي مرت اليوم بالذات لازم نحكي وكمان اليوم بدي اسألك عن كل شي اتفقنا؟ جانا بدي اقلك شي تاني كمان ما بعرف اذا لازم احكي بهذا الشي ولا لا واذا الوقت مناسب ضروري نحكي فيه كيف تعرفت على خطيبك جايوانت قصدي انه هو بيعرف كل شي عن ماضيكي قبل ما يجي يخطبك اكيد هو شخص كتير منيح ولانه منيح عائلتك ووافقت عليه بس ما بعرف انا مالي حاسس انه هو مناسب لك وما بعرف ليش هيك عمحس يعني انتي مازين نحنا لما قررنا انه ننفصل كان لازم نعيش حياتنا بأقل الخسائر شو الفرق مين ما كان الشخص التاني ما عاد رح يأثر فينا اسمعني مازين مستحيل حدا يا عبي مطرحك شو القصة؟ شو جابك لهون؟ الحقيقة انا اجيت لهون لأحكي معك بخصوص جوازي وصهري ساتيش يعني من كم يوم كنت عم حس انه في خلاف فيناتون وعبي كبر كتير و... فايشو من كم يوم؟ وانا بدي احكي معك بخصوص هالشي انتي شو بتظني؟ فينا نعمل شي بي هالموضوع؟ انا ما عم بفهم اي شي يا اختي جانا ما في ضرورة لكل هاد الشي يعني انا... انا شايفة انه في ضرورة بس جانا انا... مازين انا اليوم ما رح اسمعك اخي فرجينا امصان ليلو تكرم عيني شو في هاد؟ كيف لقيتو مازين؟ اه حلو ما هيك مازين؟ اذا حبيتي معنات انا كمان اكيد رح حبه مازين ليش هيك عم تعمل؟ كله شقفة قميص جانا انتي بتعرفيني وقت بشوفي التياب كتير مع بعضها بتشوش كتير لهيك اختاري انتي مازين انتي كل ما بتنزنق بشغلة بزتها عكتافي طيب انا رح اختار لك اميس ام مازين شوف هاد شو رأيك في؟ كتير حلو طيب خدلك مزرق ايه جانا اكيد اكيد بدي يلبس هيك جانا شو هاد ما فيني يلبسو مازين انا وريتك كتير قمصة بس انتي ما كنت تطلع ايه انا استنى شوي رح اختار لك قميص كتير حلو شو رأيك بهذا؟ ايه جانا عن جد كتير هالو يعني حبيته؟ رح تلبسو هلأ؟ ايه؟ يا اخ؟ ايوة وين بلاقي غرفة الاياس؟ هونيكي عاليمين خدو قديش حقه؟ 350 تفضل مبروك شكرا اهلا وسهلا اهلين جايوانت؟ كيفك؟ نيح تعال ابني تعال تفضل تعال ابني كيف صحتك يا ابني؟ الحمد الله كنت مارق من هون لهيك فكرت انه مر وشوفكن في موضوع ضروري ينتفق عليه شغلتلي بالي؟ لا امي ما في داعي تشغل بالك من بكرة امي رح تبدأ تتسوق مشان العرس مشان هيك بده جانا تنزل معه اي ليش؟ لا اكيد لازم تروح اسرنا شوي لأجيب لك الشاي ايش؟ ايش عيوانت؟ كيف الكلب البيت؟ كله نمنح بس عمي كأنه جانا مانا هون؟ جانا لسه ما رجعت من المكتب اليوم اخر يوم الا بالشغل اكيد اكيد في عنده شغل كتير مشان هيك تأخرت بس هي طلعت قبلي من الشغل كيف؟ شو عم تقول؟ طلعت قبليك والسهتة ما وصلت؟ وين بتكون راحت؟ ماما لا تشغل بالك انا رح انتصل معه هي الله اتصل معه بسرعة ما بعرف عميرين موبايلة بس ما عم ترد عليه معناها بتكون هلأ راحت تشوف مازين تشوف قداش حلو مازين لما نحصل على فرحة تغمرنا وما كنا متوقعينا تخيلت كل شي بس انو نحنا الاثنين نرجع نقضي وقت مع بعضنا مرة تانية لا معك حق جانا بس على قدمة بمصد لما بشوفيك على قدمة بزع لما تكوني بعيدة عمين فرح مالنا متوقعينو وحزن أكبر منو انا مالي رجال غني جانا بس عرفت الحياة المنية الشغلات ياللي ما بتفهميه بتتسمى حياة بتتغير كل ما بتتحركي كل ما حاولت تتقربي منه وتمسكيه بإيداكي بتصير تهرب منك وتبعد عنك بتحسي كأنه في الشي مربط لك إيداك التنتين هذا الشي اللي بيسموه حياة حياته لازم نحيشها بعتقد صار لازم أنه نقوم الروح موسيقى 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 درد هي، صوت رائعي سب ميلاد لشي، اكتو هي نهي جيتي؟ جابوكي كان عم يتصل فيكي، قلقتين عليكي قال قليلك انتي ردي على موبايلك شي مرة وريحينا، احسن ما هيك تركتين على نار امي انا فضي شحن تليفاني شو جانو؟ اشتريتي اميسل جايوانت مهيت؟ اكيد عملتيا مفاجأة ما في داعي لا تخجلي، كل المخطوبين بيهضوا بعض هدايا مشان يكبر الحب اللي بينو شو صار؟ ليش عم تطلع فيني هاي؟ لايكون قلت شي غلط، انتي اشتريتي هدا الاميس لايك الفاتورة هاي اللي بإيدي، وقعت من جزدانك هلا جانو، قليلي لا مين اشتريتي الاميس؟ معناها ما اشتريتي لجايوانت وقالك انتي هلأ قلتي ازا مانو لجايوانت، معناها لمن هو؟ لفينوت، اشتريتي الاميس إلو مو؟ معناها لمن الاميس؟ لمن اشتريتي لك؟ طيب، خليني شوف الاميس، يلا وين حاططي هاتي؟ مانو بس دقيقة، خليني احكي معك جانو شو؟ فاهميني القصة، ليش لحتى يكون معك فاتورة ااميس؟ ماما استني لحظة، ايه؟ جانو، فيني اقول شي، معنو رح يضايقك انتي اشتريتي قميس، وهديتي لما ازل مو هي؟ شو؟ ايه؟ ايه، انا اشتريت قميس لما زين وهديته اياه جانا شبكي، انتي ليش عم تعملي هيك؟ اليوم كان عيد ميلاد ما زين وشو يعني؟ ليش انتي شو لك علاقة لتحتفلي بعيد ميلاده؟ شو علاقتك فيه؟ ما في داعي لكلها العصبية هاي مانج ريمي انه تقدم هدية فما في داعي لنكبر القصة هالقد لو جانا بده، كان فيها تكذب علينا كلنا بس هي قالت الحقيقة وهاد بيسبت حسن نية جانا، وطيبة قلبها كان فيها تخبي علينا، بس هي ما بتكذب ابداً واضحة وصريحة اسمحوا لي، انا رح روح ما رح وفر ولا فرصة تخليني كبير وعظيم بعيون عيلتك مشان لما زدتك برات بيتي بالمستقبل تكوني انت الشريرة والخاينة مو انا جايوانت جانا، اوعيك تظني اني عالصبط من شاني اللي صار هلأ بس انا فهمت انه السقة اساسية السقة ضرورية تكون بين الرجال ومرتو كل العمر لانه بدون السقة كل شي بينكسر بسراحة لهيك قررت اني من هلأ رح اعطيكي سقتي الكاملة بكل شي وبلا حدود وحتى لو بموضوع مازل جانا، انت بنت منيحة كتير بس مانك قدراني تنسي معطيكي بس صدقيني جانا، بعد زواج رح عيشك بسعادة وحب رح تنسي كل شي، كان لازم قلك هلحكي من زمان كتير بس للأسف ما كنت اقدر اتفهمك منيح وما كان فيني استوعب انه قيلك ماضي، ما كنت ناضج كتير لحتى اتفهم علاقتك مع مازل كنت كتير عصبي وشكاك كمان بس هلأ انا اتغيرت كتير جانا بوعدك انه ما عد ازعجك وغلطي ما عد ابدا تتكرر جانا، انا بدي ارجع اعكد لك اني رح حاول باقصى قدرتي اني خلي علاقتنا مثالية جانا خليكي متذكر اعتزاري لانه رح يجي يوم ودفعك دمن وغالي هالأكلة صخنة مو هيك، بس كتير طيبة جانا، قصة الاميص اللي صارت ما لازم تتكرر بنتي لو ما جاي وانت عقله كبير وما عطى الموضوع اي اهمية كنتي رح توقعي بمشاكل يا بنتي بس نحنا ما لازم نستغل اخلاقه العالي ليك يا جانا، لازم تقدري اكتر من هيك النعم اللي حصلتي عليها حصلتي علي شاب منيح واخلاقه عالية بيحبك وبيحترمك وانتي لازم تبني معه علاقة متينة فهمتي يا جانا؟ وانا متأكدة انك حتكوني مبسوطة مع جاي وانت اكتر بكتير اسمعي سوشنا، بما انك حكيتي عنهم، شو رأيك؟ تشوفي برابها وتحكي معا، وفهمي منها شو مشا موعد العرس قربوا ولا بعدوا ولا لساتوا على وقته طيب هاي مازين شو القصة؟ شبك ليش قاعد لحالك؟ فيش مشكلة صايرة؟ ليكون هالشي بسبب تصرف سيد درويش؟ لا بس انا ما بدي هاد الشغل وما فيني حتى اتركه ومتل ما بتعرف ما فيني اتركه لبعد شهر وبس اتركه شو بدي اعمل بعدين؟ شو روح اعمل بحالي؟ تعرف الواحد ما بيحصل على شغل جديد بسهولة معناها شو عم فكر تعمل هلا؟ عم فكر انه احسن لو باخد قرضنا البنك وبلش شغل خاص، بفتح كراج هيك احسن، بدل ما اتعب عالفاضي وغيري هو يلي يستفيد طيب نيح كتير، شو المشكلة لكان؟ الواحد بيحاجة لكتير مصاري اللي يبلش بأي شغل جديد البنك ما رح يعطيني قرض وانا ما بعرف اي حدا فينه يعطيني مصاري بس لبين ما قدر دبر حالي ليك مازين؟ انا بعرف شخص يدينا هو فيه يعطيك القرض مع فايدة بس فيه مشكلة عويصها شو؟ هو انسان شوي مجنون مو بس هيك وخطير اذا ما بترجع المصاري متل ما بده على الوقت تمام ممكن تواجه مشاكل ما في مشكلة انت بس عطيني عنوانه وما رح يكون في مشكلة انا عم بطلب تمهلني شوي انا كنت رح ادفعلك المصاري بس الشركة رفضت تقرضني المبلغ لهيك بدي تمهلني شوية دواد والقرض رح يكون جاهز عن قريب انا ما بدي اسمع اي شي ما رح اعطيك مصاري مرة ثاني انا عم مندم اني عطيتك قوات اضافي انت بتعرف القاعدة تبعي انا بدي المصاري باليوم الموعود وهذا اخر كلام عندي بس انا ما بدي اسمع منك اي شي ليك لعلمك انا سمعت القصة كلها من الرجال تبعي انت شخص كتير ضعيف انت بتصرف كتير مصاري اكتر ما بتكساف بس انا رح رجعلك مصاريك ليك الحكي منيح بس من وين رح تجيب لي انت مثل هيك مبلغ انا رح اتزوج عن قريب اصهرتي هن الناس كتير غناية بيملكوا اربع شركات وبعد الزواج انا رح احصل على القسم المالي عندهم فمشان هيك ما رح يكون في مشكلة بل حصول على قرض بس امهلني لحتى اتزوج ليك متل ما بيقولوا انه للصبر حدود وانت اخذت وقتك وزيادة كمان تتجوز ما بتتجوز ما بيهمني انا رح اعطيك موعد نهائي لبعد ست شهور بس قبل هال ست شهور انا بدي المصاري اللي قسرتهم بالمباراة واذا ما رجعتهم انا بحذرك اني رح اقتلك بالشهر السابق موسيقى مازين ليش مبيان عليك كتير متوتر ومعصيب بابا جايوانت شو بو جايوانت هو هو عم يستغل جانا هو هو بده يتزوجها بس مش المصلحته الخاصة وانت مدامك عرفت كل هذا الشي شو جاي تعمل هون يا ابني ما تروح وتخبر عيلة جانا بالحقيقة قبل ما ينقدروا بابا بس انا ما عندي اي دليل لعلها لك شو الحكي هاد يا مازين قبل ما تتفاقم القصة انت لازم تروح وتحلها لازم فورا تروح يلا موسيقى 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 اتمنى لكم عيد زواج سعيد لكم انتو الاثنين شكرا اعزروني ايا لا سواني لك انا خلص انتو روحوا مانو ليش صغفت كل هالمصاري؟ الكل قاعدين عم يستمتعوا على حسابك ماما شو انا غبية؟ ليش فكرك ما رفضت كل هالشي؟ ايه؟ انا رفضت بس ولا حدا كان يسمع مني ايه ماشي اهلين اهلا وسهلا لحبة انتي ايجيتي لحالك اهوي عنده شوية شغل لهيك ما قدر يجي معي وجايوانت رح يخلص شغله ويلحقني بس يخلص ماشي تعيق لحظة بس اين انسيكواند اين اسيكواند المترجم للقناة 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 لهيك أنا عمقول بكلتا أكيد أنه شي اللي عم تقوله غلط لا ماما أنت منيحة لهيك بتفكر كل العالم هيك بس صدقيني أنه هو واحد حقيقي بتعفيه ماما بدي اسمع كلمة واحدة ضده لجايوان ماما أنت بس اسمعيني لمرة واحدة فاس ماما؟ مين بتكون أنت؟ شو علاقتك فينا؟ ليش مرة ورا مرة بتجي لهون؟ أمتى ما بكون في عنا مناسبة فرح؟ أنت بتجي لهون تجي وبتنزع علينا كل شي عم نعمله؟ بس هالمرة أنا ما رح خلي هالشي يصير هالفرحة هاي اللي نحنا عايشينا ما رح تمزعها مازين؟ أنت شو بدك؟ أنت لاش عم تنتايم مننا مازين؟ أنت لاش ما عم تبعد عن إختي؟ بسببك أنت صارت حياتنا جحيمة تركنا بحالنا وخليني إفرح بإبني من وقت اللي خطبط له أنت نازع لنا كل شي فيك تفهمني شو هي عدوتك معنا؟ روح من هون روح وعيش حياتك وخلي الثانين يعيشوا بقى ليش أنتوا كل كل ما لكم صدقيني؟ ليكوا أنتوا ضروري تسمعوني وبعد ما أخلص إذا ما صدقتوني أنا رح أمشي فوراً اليوم عم يحكي مع واحد أخذ منه قرض قال له أنه رح يتزوج لأنه بده مصاري وأول ما يتزوج رح يرجع له يا هون لأنه بده يصير شريك للسيد ساتيش والسيد درويش ووقته بسهولة رح يحصل يرجع له المصاري وقال له بده يتزوج جانا ليقدر يستلم الأمور المالية مازين؟ شو عم بتقول؟ ها؟ أنت جنيت؟ معقول فكر بها الطريقة؟ أنت بعدك ما بتعرفني على المصبوط بس كيف قدرت تتهمني هيك؟ أنا بعترف أني عملت أخطاء وقت أنا جبرتك توقع لوراق بس هالشي مو مشان مشان شركتنا و هلأ أنت عم تنتقم مني بسبب هالشي؟ ما تعمل هيك رجاءا وقف التمثيلية أنت ليش عم بتحطني بها الموقف قدامهم؟ والسيد درويش مفضل علي أنا بيحترمه كتير وبعزه كمان ومو معقول وافي بهي الطريقة أنت ليش عم تخلق سوق تفاهم بيناتنا؟ لا غد تكذب واقف ما زين جايوانت لا تقول أي شيء أصلاً أنت مانك بحاجة لتقدم أي تبريل أنا ثقتي فيك عمياء وما بيهمني أي حدا والشخص الوحيد اللي ما بوسق فيه هو أنت استاذ ما زين أنت وأمك وعيلتك كتير شاطرين بتأليف القصص والحكي الفاضي والمشاكل بس هاد بيت عيلي محترمة نحن من آمن بالعيش بسلام ورجاءاً لا تخرب علينا سلامنا هلأ إذا الدراما تبعك خلصة تصار فيك تروح استاذ أنت أكيد فهما القصة غلط خلصنا بقى مازين الغلط منك أنت أي مازين هذا الكلام كتير صح لأنه الواضح أنك أنت غيران ومن شان هيك عم تحكي عنه بهي الطريقة باي شو كيف فيك تقولي هيك؟ أنت بتعرفين كتير منيح ليش أنا لا أجزب وشو مستفاد من القصة؟ ليكي هالرجال انتبه إذا بتقول أي شيء عن ابني مطلوم إلا حالك لك أنت مين مفكر حالك؟ كيف بتجرق ترفع أيدك بوش الإبني وتحكي عن نوعه؟ أنا عم بحكي الحقيقة وهذا الرجال شو كنت عم تعمل هونيك؟ وانت كيف تعرف أداك الرجال؟ وشو علاقتك معه؟ فينود، فينود أنا مازين حاجتك كذب بقى كلاياتنا احترمناك ومكانتك عنا ما تغيريت وبالرغم من كل شي صار بالأخير احترامنا لأيلك ما قال وتجاهلنا كل شي صار لأنه كنا متأكدين أنه مازين يلي عايش مشان التانيين ما رح يتمنى بيوم من الأيام الضرر لأختي بس مع الأسف أنت اليوم خنت الثقة جانا أنت مصدقتيني معك؟ أنا ليش رح تأكذب؟ أنا بتمنى لك دائما الأفضل لأنه ما عندي أهم من ساعاتك بكل حياتي جانا هذا الرجال مو ماشي صح حيحول حياتك لجحيم صدقيني أنت ليش ما عم تردي؟ جانا مازين أرجوك بلاها المسرعية هي أرجوك جانا هتصير زوجتي وما فيني شوفها مكسورة هيك قصدي أنت بحكيك عم تأذي مشاعرها مشان الله مازين خلينا نعيش حياتنا بعيد إيدك الوصخة عنا قوعك حتى تلمسها حتى لو الناس مصدقينك ما فيني صدق واحد مثلك أنا أنا بعرفك منيح وبعرف حقيقتك مين الفكر حالك؟ بس مازين مازين؟ بس بكفي اللي حكيته بكفي إذا بتريد اطلع فورا من هون ولا بقى ترجع لهون بنوب أنا أخدت قراري ورح حافظ عليه وأنت ما عندك حق إنك تتدخل بحياتي رجع المازين تعذبت كتير لحتى قدر تطالعك من حياتي تعذبت كتير إذا بتريد لبقى تتدخل بحياتي بنوب بس يا جانا أصلاً أنت ما إلك حق تتدخل حتى ما عند إلك حق إنك تعرف شو عم بصير بحياتي أبداً من هلأ ورايح ما عند بدي شوفك قدامي طلع من هون روح من وجهي مازين إذا بتريد روح روح طلع لبرة مازين روح روح جايوانت؟ أنا ما بعرف الحقيقة بس إذا قالوا لي إنه أختار بينك وبين مازين بتعرف مين بختار بختار مازين طبعاً مازين واضح قدامي كتير بس السؤال اللي بيطرح نفسه عن وضوحك ما بعرف ليش ما كنت أقدر أفهمك ولا أعرفك يمكن مظهرك مختلف عن اللي جواتك مازين واضح كأنه مرايح وهيك جانا كتير سهل إنه تفهمون اتنيناتهم بس أنت شكلك كتير معقد وأنا بشك فيك أنا ما فهمت عليك شو أصدق تقول؟ المسألة واضحة جايوانت من وقت ما تحدد موعد زواجك بجانا مدري ليش ظنيت إنه حياة جانا أخيراً استقرت بس هلأ عم حس إنه بالعكس بعد اللي صار حسيت إنك ممناسب إله جانا بترجعك اسمعيني بس مرة أنت بتعرف كتير منيح إنه أخي مازل مستحيل يكذب بقى كيف بتفكري إنه ممكن يقدر يكذب عليك أنت بالذات؟ هذا مستحيل يا جانا أنا ما عمول إنه جايوانت غلطان بشي بس أنا واثقة إنه أخي أكيد معه حقه مان وغلطان و با با عندو أنا ما عد بدي إحكي بهالقصة الأفضل إنه أنت كمان تنسيها كلها وخليني إنساها سمعيني مرتخي أنا بعرف إنه وجهات نظركن أنتو الاثنين صارت مختلفة بس أنا ما بدي أي سوق تفاهم يبقى أنتو الاثنين انفصلتوا عن بعضكن ورح تبدو حياة جديدة وكل واحد أخذ اتجاه مختلف بالحياة ما بصير تتركوا أي موضوع يخرب صداقتكم مندي التحاولي تفهميني أنا ما عد فيني ما عد فيني إدعم مازن كل هالوقت ما عد فيني إبقاها معارض عائلتي مشانه خصوصي هلأ هالمرة أنا حاسة إنه مازن غلطان كتير أختي شو رأيك أنا هالمرة أحكي بالقصة لأني ما راح خلي رباط الحب اللي بيناتكن ينتزع أبداً صدقيني أبداً مازن أنا أجيت قل لي شو بدك تحكيه بسرعة؟ جانا أنا راح خبرك كل شي بس أنت لازم توعديني تسمعيني وما تحاولي تقاطعيني لحتى خلص كلامي ليك مازن إذا بدك ترجع تحكي بنفس الموضوع أنا ماني مستعدة إسمعه منك جانا القصة ما بتتحمل أي تأشيل ابنهم المسألة ضرورية ومن واجبي إني خبرك الحقيقة وعليك إني تسمعيني أنت ما فيك تكمل هذا الزواج بظن إنك عرفت قراري بي هالموضوع وما في حدا راح يغير لي أنا بدي أكشف حقيقته جايوانت واحد كتير حقير ونوايا سيئة نوايا كلها حقبت وغل ما قلت لك أنا ما بدي أحكي معك بهالقصة ليش عم تعزيب حالك؟ مازن ما بدي فكر بخصوص نوايا أنا أخدت قراري النهائي وعن جد ما بتفرق معي بنوب شو مكانت نوايا؟ جانا ليكي باري أنت ريح حالك وما في داعي تقلق وشغلة تانية أنا ما كنت رضياني أبدا عالشي اللي عملتهم باري مازن ما كنت متوقعة منك بنوب تتصرف بهاي الطريقة لما أخذنا قرار أن كل واحد منا يمشي بطريق ما أحد تدخل بهالقرار ليش جاي هلأ تدخل بقرارات غيرك؟ لأنه حياتك بتهمنا ليك مازن بصراحة ما كان لازم رد عليك وأجي بس كل عادة أجيت واللي جابني شغلة بس إني حبيت وضح لك المسألة وقل لك للمرة الأخيرة أنه أنا ريحكمل هالزواج أنا بعترف أني غلطت بحق جايوانت وأهله بس بعد هلأ ما رح أجرحهم جانا 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 سماعيني جانا سماعيني إذا بتريدي جانا لكي بعترف أنه شي اللي عملته مبارح كان غلط بس أنا إجيت لأحكي مع أهلك والله ما كنت بعرف أنه جايوانت وعيلته كمان كانوا هنيك جانا مشان الله أنتي ليش هيك مع من صديقيتي أنتي أنتي بتذكري يوم جايوانت خلاكي توقع وخب عليك الموضوع وقتا هددني إنه ما رح يتزوجي وجبرني والله جبرني إنه وقع الأوراق تبع التصريح جانا هو زلمي سيء طبيعته كثير حقيرة لك ليش ما عم تسمعيني واقف دقيقة ماذا أنا فهماني عليك كثير منيح بدك تلغي الزواج لتنتقم من جايوانت طلع على حالك حب الانتقام عماء البك صح؟ معقولة أنتي عم تحكي هيك أنتي هيك كسرت كل شي بضربة واحدة بإيدك نهيت كل شي بكلمة واحدة منك قضيت علينا وعلى حبنا وين الحب والثيقة يلي كانوا موجودين أنتي مفكرة أني عم حاول وقف هذا الزواج بس لأنك رح تتزوجي من غيري بنفس الطريقة بنفس الأفكار السيئية اللي يفكروا فيها الناس جانا أنا ما رح أكذب عليك أبدا جرحني من جوه مجرد التفكير بأنه أنتي رح تنفصل عني لك قلبي رح يتقطع لأني بعشائك ورح تضل طول عمري ولحتى موت بحبك بس جانا حبي إليك بعمر وما كان أنا مفكرة بقدر أحرمك من ساعاتك أنا رح كون سعيد لساعاتك حتى لو كنت مع غيري المهم ترتاحي جانا حياتك بتهمني فوق ما بتتصوري بس أنا بخاف عليكي بخاف شو فيك زعلانة حتى نسمة الهوة ما بدي إياها تلمسك أو تشرحك جانا شو وصل لك أنتي ليش ما عم تستقيني أه لا إذا عم تعملي هذا الشيء أصدر بتكوني عم تقضي على حياتك جانا زواج ملعبة وجايوانت واحد ما بيستهلك ماذا؟ أنا رايحة هااااااااااااااااا واهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وبعرف انك متدائية من كل شي ومحبة تسمعي ايا كلمة بس مشاني وكرمال الله اسمعيني لمرة جانا جانا اذا بتريدي اسمعيني ولو شوي جانا جانا انا مناطرة منك تغيري رأيك بس كل اللي عم بطلبه منك انه تفكري بيرواء وتسمعي صوت قلبك لمرة اخي حبك من كل قلبه فكيف ممكن تفكري انه ممكن يضرك وما يتمنى لك الخير اوليلي كيف هو شو رح يكسب اذا كذب عليكي او يجرحك ودمر حياتك بتظني انه رح يكون مبسوط يوم يشوفك عم تتوجع بسببه اوليلي اوليلي جانا شو رح يكسب اذا عمل هالشي جانا بترجعكي اذا بتريدي اوليلي شو هي اللي خلاكي تفقدي ثقتك باخي فجأة وبعد كل هالحب انتي اكتر واحدة فينا بتفهمي اخي مني رح جن لا اعرف ليش كل هالعصبية والهجوم على اخي جانا صدقيني انا فيني يتحمل كل شي بس ما فيني يتحمل ابدا نشوفك عم تخسري ثقتك بالشخص اللي حبيتي فاندو انا غلطت مرة وحدة لاني وقتها ما صدقت كلام مازين ولحديت اليوم انا عمعاني من هالشي بس انا ما رح كرر هالغلطة مرة تانية انا بعرف ومازين اكيد معه كل الحق يعني كل الكلام اللي قلتي هدا كل المهار لانه ما فيني يكسر فرحة عيلتي وعارض قراره من وقت ما طلع مازين كل شي تغير وصار الجو بالبيت مشحون ومتوتر انا ما عد بدي اجرح بابا وماما مرة تانية وما بدي اجرح حدا بها البيت هنم بيضلوا قلقانين بخصوص شو رح يصير معي وبخصوص مستقبلي هلأ انا بس بدي عيش مشان مصلحة عيلتي مو مشان حالي رح عامل ايشي بيقولوا بس جانا ما فكرتي بحياتك ابدا حياتي انا حياتي انتهت لما مازين بععد عني مازين كان قلبي وكل شي بحياتي فاندو انا هلأ عايشة بس بالظاهر هالشي ابدا ما بيفرق عندي اذا فرحت ولا زعلت مازين غير كتير اشياء بحياتي وزيينها وانا ما بدي اضل مازين مفضل علي فاندو هو يعمل لي كتير شغلات وفيني يقلك بكل صراحة ما بدي اعطي عيلتي فرصة لا يشتكوا من مازين ما عاد رح خليهم يضايقوا او يسمعوا لو كلمة بسببي ما عاد فيني اتحمل شوف عيلتي عم تسيق معاملته بعد هلأ ما عاد فيني ولا هيك فاندو وعيديني بترجعك وعيديني فاندو بترجعك انو ما رح تخبري حدا بالشي اللي قلتلك يا ولا حتى مازين فيني فوت شوي شوفي انا عندي شغل مهم هاي هي المشكلة معك شغلك قليل وطلباتك كتير انا اجيت لحررك من هالطلبات نهائيا شو اصدق هي استيقالتي وانا خلص قرارت تترك هذا الشغل فورا انا بعرف انو لازم اعطي خبر قبل بشهر بس انا جاهز لاتحمل اي عقوبة بتفرض علي وما في قوة بالكون بتؤفني عن قراري وفي شغلة استاذ لولا مرة واحدة فكر بقلبك لانو العقل مدائما صح اهلا وسهلا مرحبا اهلين اذا بتريدي تعالي ادي جانو ام شو اختصوشنا مو موجودة بالبيت والله اخوة تعبان شوي فراحت لعنده لا تشق عليه هي رح ترجع بكرة اولي بعده مع شي امي شو بتحبي تشربي شاي قهوة لا حبيبتي انا ما بدي شي ام انا اجيت مشان ااخدك معي لوين بدنا نروح بدي ننزل ع السوق شوي بدي اشتري شويات فستين بيكون احسن اذا بتكوني معي وبتساعديني بالاختيار وشوف زوق انتي امي فيني ااخده معي اي اي اكيد رح تجي اي اكيد اللي عملته اليوم هو عين العقل ما في داعي تضلك هون لتنهان كل يوم عندك كرامة وانت شغيله بتشتغل بشكل جديد يعني وين ما رحت بتقدر تحصل على شغل بيت قلق ما لي بحالي مني حل افكر باي شي بالي مجغول بزواج جانب بتعرف اذا صار هذا الموضوع شو رح يصير اذا تزوجها الحياة رح تتدمر بالرغم من اني حاولت بكل جهدي بيئة معندي وما بعرف شو بدي اعمل احيانا بيجي على بالي روح اضربه وكسره اعظامه وطالع الدم من تمه لا حتى يحكي الحقيقة هيك عم فكر لا مازل لا مو هي الطريقة الصحيحة انت هيك ما رح تحل القصة بالعكس بتعقدها واذا بتضربه رح يصير الحق عليك وهو رح يكسب تعاطف الكل بس اجيد لا مازل جايوان داهية اذا بدك تهزمه لازم تنتبه لخطواته لازم تعمل شي انه تخلي الحقيقة لحالة تنكشفه قدام الكل وما يقدر حدا ينكر هاي الحقيقة بنوب حتى جايوانت ما يقدر ينكره وهيك بتكون انت انتصرت عليه انا مازل انا مقدر وضعه وبعرف مقادر تصني بس اذا انت بدك تنكشف الحقيقة لازم تطول بالك شوي ولا حتى تيجي هذيك اللحظة انت لازم تفكر منيح بكل خطوة بتغطية اجيد انا انا بدي افتح كراج واشتغل هالشي كتير حلو والكراج رح تفتحه بس يا مازل هالشي رح ياخد وقت شوي صح؟ بس من هون لوقتها يا مازل عميل ايشي؟ ليك مازل انا عندي رفيق قديم وعم يدور على شفير شاطر اذا بتوافقت اشتغل انا رح احكي معه فضلوا ليك شو فكر حالك؟ عم تبيعنا فستاندهب اسعارك نار هلا بطلع بدور شوي بالسوق بجيب نفسه وبنص سعره كمان بس يا اختي ايه حاجة تنادي لي اختي انا حبيت هذا الفستان وكنكي حبيته وبدنا نشتريه كمان منشان هيك انا عم بتجادل معاك شو نوعه هالمرة؟ انا ما فيني اتحمل شوفت هالمرة لدقيقتين لعم كل انهاري رح يخرم ليش عم تطلعي هيك؟ تعي خلينا نقيلنا كان فستان تعي شوفي خلقصنا انت شكلك ما بدك تبيع شو رأيك؟ لا بس الاسعار بحد اذين؟ لا تعمل لي محاضرة بالاسعار الله يرزقك شو رأيك؟ يا اهلين؟ يا سلام جعنا مع حماتة جايين يشتروا فساطين من السوق صر لسنة عايشة بتقشف واو 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 صمتي صمتي وفطرتي على بصلي يا مسكينة ما لقاتي احسن من هالعريس الندل هات تتهني يا عروس بهالوقعة هلأ هي رح تورجيكي قيمة جوزك وقيمة عيلته ما بتعرف خيره لا تجرب غيره شو قلتها الأدب وقلتها الزوق؟ اذا بتقولي كلمة تانية عن ابني رح ورجيكيها امي امي خلينا نروح نشتري من الجهة التانية استني شو بدك ياني اسكت لو ما احكي؟ لازم علمها درس اللي فيه مسلّة بتنغزو سمعت حقيقة ابنك وما تحملتي يا حلوة لكي ابنك واحد خسيس وحقير بعد ابني عسجي من ورا إفادته الكاسبة خلا يوقع على وراء مزورة واللي بيحط مرته علم حك هاد الزلمة مانو حقير بس لا هاد الزلمة بصراحة وبدون لف ودوران أحقر واحد بالدنيا وعيب علي تشبه بالرجال ويمشي بيناتهم كمان انتي ايه انا ماني واحدة شرشوحة متلك لرد عليكي بالله ممبين هالشي عليكي أشكالك السوقية لمشرشحة بعرفها منيح بس هالشي ما بيعني بالمره اني رح اسمح لك تقولي كلامبلة طعامي عن ابني فهمتي بعدين يلي بيته من الزاز مابيرمي الناس بحجاره روحي روحي شوفي ابنك المحترم كذا مرة العطنا وهو عم بلاحق جانا من إرني لأرني ولك عيب بس لا شو طالع بليه تلفيل مستحيل يتحول لتور شو بيقدر يعمل كل السبب هي هالبنت هاي هاي البنت الخبيسة مثلت علي مسرحية ولعبت بعقله حتى انا ما وفرتني وحاولت تسلبلي عقلاتي بس انا طلعت من المسرحية قبل ما يخلص الوقت بس ابني قلبه طيب سحرته وخلته يتعلق فيها ويخسر عقله شو بيقدر يعمل هي مبينة كتير بريئة بس بالواقع هي مانة هيك شو ما كانت هاي البنت احنا متقابلينا بس ياريت تخبري ابنك المصون انه ما يدخل بحياتهن الزوجية ماشي شو هو مجنولا يدخل بحياتهك عالم ليش شو ما وسطتك اخر اخبار و بطولات ابنك ويلي عملو هداك اليوم قدامنا كلنا بيكون ابنك عامل له شي عاملة وسخة ومو مزبوطة منشان هيك ابني هاجم وهداك اليوم ابني ما بيكذب ابدا لانه تربايتي شوفي انا مربي ابني احسن تربايه وموسك بابني متل ما بتوسقي بابنك ياه يا حرام هالولد مظلوم ومسكين ايه ليكي زلم اللي بيستخدم مرته مشان مصالحه واغراضه الشخصية بيجي يوم وبيبيع اهله متل ما بعمرته من قبلن جانا جانا اللي لا تنقلع من قدامه الشي ليكي مطايق اشوفه وحاكيه قولي لحماتك انه انا كمام ما بدي حاكيها ما بدي وزخ حالي بهيك مرة داهية وخميسة تضربي انتي وياها اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وما حدا دافع عنا أمي لو سمحتي أنا مضغوطة كتير ومناقصني ما تقل لي حكاياتك والمشاكل أنت دايماً بتعزم المشاكل وبعدين تقعد تبكي وبتشكي وتتوقع نتعطف معك ونساعدك قل لي ليش رحط على بيت جانا قول إيه سفيدته روقي على الولاد بخشتي طبلة إذن العالم تحت أنا رح عايط وراح صرخ أكتر من هيك وما حدا منكم رح يدخل فيني يلا جاوب على السؤال ليش لحتى تروحها بيت جانا ليش تتدخل بحياة جانا وأنت بتعرف إنها مخطوبة لغيرك شو علاقتك فيها وليش لترجع لها بعد ما خلص كل شي ها؟ لأنك عملت هيك أمو اللي جايوانت بهدلتني ومسحت الأراضي فيني قدام الناس وهالخبيسة جانا ما قدرت تفتح تمها بكلمة وقفت خسانة بسببك وسبب تصرفاتك الغبية بعد هالعمر كله تعرضت للإهانة قدام العالم ليش عم تعمل هالشي هاد ليش؟ شكرا لازم أعمل طلت ساكت حتى بعد معرفة حيات جايوانت هيك بتكوني مبسوطة؟ ودا خيلك شو كسبت من مراجلك هلا خبرني في حدا منه نتكرم وصدقك ولا حتى وقف جنبك يا غبي يا صف لو إذا هن نصدقوا ولا عمرهم ما يصدقوا المهم إحنا واجبنا نحكي الحقيقة خلصنا كاركوز خليت منك مسكر هذا اللي ناقصنا نصيحة منك هلا شرف جاوبني ع سؤالي ما عندي جواب أبدا أنا عملت الشي يلي حصيته كنت بعرف هالشي من لما فاتت جانة ع حياتك بلشت تعمل شغلات شو بيحلالك على كيفك بس قسمان بالله إذا بنهان مرة تانية بسببك أنا مرح وفرك ومرح سامحك تذكر هالشي منيح وتذكر شو رح قول إذا زواجك بيلتغي بسبب تصرفاتك ساعتها توقع تشوفوش إمك التاني وشوفوش رح يصير حلو منيح كتير ها كيف حماتك خليتك تجي؟ لأنه طعبتي كتير ع كتير ما صرت عازمتك أنا كمان بدي أجي بس شوفي أنا أبدا ما عندي وقت فضيت حالي اليوم كرمالك بصراحة أنا مضطرة كتير للمصاري بأقرب وقت وصار مارك أكتر من سنة من لما عطيتك المصاري لهيك فكرت إنه إذا بترجعي لي إياهون هلأ يعني شوفي إذا بتحبي من بكرة برجعلك مصاريكي بس هالشهر وحياتك كانت خطبة بنت حماية جانا ولهيك نصرفوا المصاري وما ضل معي ولا ليرة بس لا تقلقي الشهر الجاي رح أعطيكي كامل المبلغ ولا يهمك تفضلي الشاي مو مشكلة طالما نطرتك كل هالوقات زيادة شهر مو مهم عكل المصاري بين إيديكي ما رح يروحوا علي أكيد إيه أكيد آه صحي كيف ببوني؟ بوني منيحة كتير كتير منيحة بتعمل كل شي مع عدد دراسة دخيلك ما تحكي عن الدراسة والله بنتي أنا كمان رح تجننني ما بعرف يعني ليش بتتحسس من الدرس؟ الصار راسي وجعني من كتير ما بشرح له جربت معه كل الحياة بتضربه، بهدله حتى إني حبسته بغرفته صدقيني ما تركت ولا طريقة تعتب عليه بس لسه ممبين أي نتيجة طيب ليش ما بتفكري تجي بيلا أستاذ خصوصي؟ جربت هالشي كمان بس ما نفع معه صوري أي أستاذ بيجي على بيتي بيهرب من أول درس بس يشوف عفرتته لو تعرفي قديش بتبنى لو أني لاقي أستاذ خصوصي لبنتي بيهو وأنا جاهزة لأدفع أي سعر بيطلبه وليلي مانو؟ أنت بتعرفي حدا بيعطي الدروس خصوصي؟ ساعتها راح كون ممنونة إلك للأباد والله ما راح يكون حدا مناسب لهي الشغلة غير جانو إذا بخليها هي اللي تدرس وبلا مصاري كمان سوليكا بشكل أوتوماتيكي راح تمشي تحت تصرفي وأد أكيد ما راح تسألني عن مصاريه جانا؟ جانا انطري دقيقة تعالي شوي بعرفك على رفيقتي سوليكا سوليكا بارابي ليكي سوليكا؟ هاي بالتحماي؟ جانو؟ موسيقى 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 يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها موسيقى موسيقى